أنا وسهلاً بكم بهذا الفيديو الجديد وإياكم رياض مجيد قبل فترة من الزمن استعرضت لكم موسات وكيبورد من شركة أتاك شارك فيديوين مختلفة والفيديوهات هذه حصلت هوية تفاعل إذا كان فيديو ما الكيبورد أو فيديو ما الموسات من عدكم لأنه يحتمون للموضوع لأن هذه الشركة تقدم سعر مقابل آداء جيد وتجربة مستخدمة جداً جيدة وكل شخص اقتنى هذه المنتجات شكرني طبعاً وقال آداءها جداً جيد سعر مقابل آداء فاليوم جبت لكم هيت سيت وماوس وكيبورد بصراحة جبارات وقبل كل شيء هذا الفيديو مؤعلن الشركة أتاك شارك وإنما تعاون ويا موقع ألي أكسي بريس ألي أكسي بريس بفرولي مبلغ بالمحفظة مالتي وقلولي اشتري للي تريده وسوي النعلان لأن الفترة الجاية هذه الفترة حالياً أكو خصومات جداً جداً قوية خصومات 11-11 وبعدين خصومات بلاك فرايدي فرغم هذه التخفيضات اللي موجودة حالياً على ألي أكسي بريس اللي ستوفر لك أكثر من 10% لحخليلكم إياها بصندوق الوصف لحد 11-11 أو 11 نوفمبر وبعدها أكو خصومات بلاك فرايدي لحخليلكم إياها إن شاء الله بالصندوق الوصف الكودات فبما أن الموقع وفر لي مبلغ أني أصرف في شون ماريد آني فرأساً ما فكرت جبت هذه المنتجات لينصالي فترة أريد أجيبها واستعرضها بالقناة فبصراحة تستحق للاقتناء أيضاً أخذت رايزن 5 اللي سويت بي التجميع الصغيرة قبل فترة روحوا شوفوها كان سعرها 198 دولار ما فكرت أخذت رأساً وحالياً سعرها 177 دولار وفوق هذا كله تقدر تستخدم كود الخصم على مودة تخفض من السعر من هذا المعالج وأيضاً رايزن 7 7700 حالياً سعرها جداً جداً رهيب فإذا حبيت تشتري معالجات فهذه أفضل فرصة بحخليلك الروابط وصندوق الوصف ويا كودات الخصم على مودة تخفض عليهم فخليبدي باستعراض هذه القطع من شركة أتاك شارك وأنقل لكم تجربتي اللي صار لها كم يوم أني أستخدمها والشركة ما لها علاقة بكلامي ولا تعرف أني لحسويينهم فيديو فنبدأ بأرخص شيء اللي هو هذه السماعة اللي سعرها جداً جداً رخيص قلت سماعة فهي هيد سيت وبنفس الوقت هيد فون فخليبدي بهذه القطعة اللي سعرها تقريباً حالياً 28 دولار أيضاً هذه القطع كلها لح تحصل عليها كودات خصم و28 دولار هذا السعر جداً جداً رهيب بالنسبة الهيتي هيد سيت الـ 1080 هي هيد سيت جيمينج يعني تجي سماعة بمايكرافون المايكرافون طبعاً مو مدمج داخلي نقدر نشيله وتصير هيد فون إذا حبينا نستخدمها هيد فون هذا الهيد فون هو وايرليس جيمينج نقدر نستخدمها أيضاً عن طريق الواير لكن لحنقلل من استخداماته ولحشرح لكم بعدين وأيضاً بلوتوث وأيضاً نقدر نستخدمها عن طريق الدنجل الدنجل هذا الـ 2.4 هو أسرع شيء حالياً نقدر نستخدم هذه السماعة بدون لتنسي الدنجل هذا هو USB Type A لكن من نفس الوقت نقدر نفتح هذه القطعة وصار USB Type C نقدر نستخدمها على الآيباد على الآيفون على الماك على أي شيء للريدة على البلاي ستيشن لكن هذه الهيد سيت لا تدعم الأكس بوكس تدعم كل المنصات نيتون دو سويت بلاي ستيشن بلاي ستيشن لكن لا تدعم الأكس بوكس حسب ما مكتوب على الموقع الرسمي لكن عن طريق البلوتوث مو أفضل تجربة يفضل أنك تستخدمها عن طريق الدنجل هذا تقدر تستخدمها عن طريق الواير أو السلك المرفق داخل العلبة قبل ما أنتقل الملحقات اللي تجي داخل العلبة إذا استخدمت هذه السماعة عن طريق السلك المايكروفون ملاح يشتغل عندك على أكثر المنصات فقط السماعة فإذا ردت تتحصل أفضل تجربة من هذا الهيد سيت فلازم تستخدمها عن طريق الدنجل اللي يجي مرفق داخل العلبة اللي هو سريع جدا وبدون أي لتنسي تجربة تفتح العلبة فقيرة جدا لأن السماعة تجي ملفوفة بكيس ومع بعض الملحقات والملحقات اللي تجينا داخل العلبة لدينا الدنجل الـ 2.4 جيجا هيرتز على مواد نستخدمها وايرليس وأيضا لدينا السلك حتى نستخدمها عن طريق السلك والسلك هذا هو USB Type-C على 3.5 مليمتر وأيضا يجينا داخل العلبة سلك الشحن اللي هو USB Type-C على USB Type-A وبالنسبة للشحن هذه السماعة تجي ببطارية 600 ملي أمب والشحن مو كل سريع وحتى تشحن هذه السماعة وتفوّلها 100% رأيض لك 5 ساعات لكن لح تطيق 50 ساعة استخدام متواصل وهذا الرقم جدا جدا عالي لأن ما عندنا بها RGB وخزعبلات تصرف من الطاقة مع السماعة الدرايفرات اللي داخل هذا الهيت سيت هي 40 مليم بالسعر اللي تقدمه وأيضا هذه السماعة تدعم 360 سراوند ساوند يعني الصوت المحيطي والمايكروفون مال هذه السماعة يحتوي على نويس كانسلينج على موضي يقلل لك من الضوضاء تقدر تعتمد عليه مو أفضل شي لكن تقدر تعتمد عليه بالمكالمات بالشات بهوائي أمور أخرى أو بالديسكورد إذا حبيت تحتوي أصدقائك بالديسكورد فتقدر تعتمد على هذا المايكروفون بما أن السماعة تحتوي على سراوند ساوند فتقدر تستخدمها للبايستيشن بدون أي مشاكل وتجربة الجيم جدا جدا رائعة تقدر تحس بالعدو من جاي بالضبط لأن تدعم 360 سراوند ساوند بدون أي مشاكل وإذا قررت تسمع موسيقى فبكل بساطة تقدر تشير المايكروفون إذا ما تحتاجه أو تقدر تستخدمها للاتصالات فهذه السماعة تقدر تستخدمها كهيدفون على الآيباد على الآيفون تقدر تركب الدنجل فقط الـ USB Type-C مباشرة على الآيفون أو على الآيباد أو على أي جهاز ثاني أو حتى على البايستيشن عن طريق الـ USB Type-C أو USB Type-A على الـ PC فتقدر تسمع موسيقى عن طريق هذه السماعة بدون أي مشاكل جودتها جدا جدا جيدة وبكل أمان أقارنها بسماعات أو هيدفون أسعارها 150 و 200 دولار وإذا أنت ما حاب تستخدم الدنجل لسماع الموسيقى فتقدر تستخدمها عن طريق Bluetooth على أي جهاز يدعم Bluetooth إذا كان تابلت آيفون سمارتفون ما تريد أي جهاز يدعم Bluetooth تقدر تكنكها عن طريق Bluetooth تضغط ضغطة مطولة على زر التشغيل وبكل بساطة عن طريق البحث بالـ Bluetooth عن أي جهاز ستلقى السماعة ويقوم بكل بساطة جودة تصنيع السماعة هي من البلاستيك مو أفضل شيء ومو أفضل البلاستيك طبعا مستخدمي لذلك هذه السماعة جدا جدا مريحة على الرأس من تلبسها السماعة جدا جدا مريحة ومتحس أنك لابس سماعة بصراحة سعرها حاليا 25 دولار فقط حسب البلد اللي انت هسه حاليا تتبين عندي 25 دولار و 72 سنت وأيضا تقدر تستخدم أكواد الخصوم على مدى تخفض من السعر فنخلي هذا الهاتسيت على صفحة ونبدأ بالمنتج الثاني اللي هو موس لكن هذا الموس يجيب تقنيات جدا مختلفة عن الموسات اللي شفتها قبل الموس هذا من شركة أجاز وأجاز معروفة بتصنيع لوحات الأوم والموسات والإكسسوارات فأنا قلت لكم Attack Shark هذا الموس بالتعاون مع شركة Attack Shark وشركة Attack Shark تبيع على الموقع الرسمي مالتها لأن Attack Shark هي صاحبة الفكرة الأولى عن هذا الموس قبل فترة من استعرضت لكم الثلاث موسات من شركة Attack Shark كان واحد من الموسات يجي تقريبا بنفس الفكرة فأجاز تعاونت مع شركة Attack Shark وصنعونا هذا الموس لكن الجودات جدا جدا عالية وخامات أفضل الموس هذا يحتوي على DAC Charging وهو نفسه الوايرليس الدنجل مالتها نقدر نربطه مباشرة على البي سي ولا سيتعرف الموس عليه نقدر نستخدمه أيضا عن طريق الواير عن طريق السلك اللي يجي داخل العلبة أيضا والسلك هذا جدا جدا خفيف للناس اللي ما يحبون يلعبون وايرليس فالسلك جدا جدا خفيف والماوس أيضا خفيف وزنه 59 غرام أو بالأحرى 56 غرام بالضبط ببطارية 400 ملي أمبير تستخدمها أيام متواصلة بدون ما يخلص الشحن مالتها لأن ما يحتوي على RGB الشغل هنا كله RGB بال ديك ستيشن مالتها أو ديك تشارجينج فالر جي بي والشاشة التي نحن نحن عنها بعدين وإذا تستخدم بلوتوث على أي جهاز يدعم لبلوتوث نفس فكرة تسمعها فلحصل لدينا ثلاث طرق استخدامات نستخدم بلوتوث أو عن طريق السلك مباشرة أو عن طريق ديك ستيشن مالتها أو ديك تشارجينج الذي يحتوي على 2.4 جيجاهرتز يعني لا يوجد دنجل على متركبة بالبيسي هذا هو دنجل مالتها تركبة مباشرة على البيسي هنا ويجعل مباشرة عن طريق الوايرليس الديبي مالتها يصل إلى 42 ألف وأيضا الريسپونس مالتها يصل إلى 0.5 ميليسيكند يعني جدا جدا سريع سرعة الاستجابة مالتها لا يوجد أي مشاكل تستخدمها ويرليس وأيضا مالتها يصل إلى 8000 هيرتز فسرعات جدا جدا رهيبة وجنونية لتشاهدون اللون هذا برتقالي لأن أنا اختار بهذا اللون لأن ما عندي لون قلنا فالشيء غريب أيضا بالست اوب يجيب أربع الوان الأبيض والأسود والبرتقالي اللي عندي وأيضا يجيب لون سمائي على أخضر شوية فلون محير شوية كل شعر أنا اختارت هذا اللون الماوس يجيب تقنية الشحن السريع نقدر نشحن سريع عن طريق الكابل وأيضا عن طريق ديك ستيشن مالتها أو ديك شارجن مالتها هذا هو لأن يجي هنا كونيكتر ماجناتيك بس تلزقائه لزق الماوس ويبدأ يشحن بكل بساطة ويجي على أغرب شي بالماوس لأن هذا الماوس يحتوي على شاشة عن طريق ديك ستيشن مالتها لدينا هنا شاشة صغيرة LCD وعن طريق هذه شاشة نقدر نشوف دي بي ما يعرض لك الشاشة دي بي ايضا نقدر نشوف الشاشة هذي أصلا بها ساعة والتاريخ وكل شي وتقدر أيضا تخصص هذه الشاشة عن طريق البرنامج مالتهم اللي تقدر تحمله مباشرة من موقع Attack Shark أو موقع AjaS متوفر بالموقعين الشاشة تقدر تخلي عليها صور متحركة صور ثابتة GIF ما تريد تقدر تخصصها مباشرة من الموقع وأيضا تقدر تتحكم بالماوس تخصص الأزرار مالتها تسوي أزرار ماكرو تسوي أزرار سريعة تخصص ما تريد كل من الموقع الرسمي أو من التطبيق الرسمي مال شركة سعر هذا الماوس حاليا مع التخفيض الموجود من الموقع الرسمي مالتهم 69 دولار أو 70 دولار حسب البلد لين عليه التخفيض حاليا كان سعره أكثر من 80 دولار ومخفضه أكثر من 15% وأيضا تقدر تتخدم كودات الخصم الموجودة بصندوق الوصف على ما تتخفض أكثر من السعر كل أموانا هذا السعر جدا جدا رهيب بالنسبة لجودة الماوس والتقنيات التي يقدم لك إياها لم نرى ماوس بالسوق حاليا يقدم لك تقنيات وهي شكل حلو ومرتب ووزنه جدا خفيف وعلى فكرة الديكستيشن مالتا يحتوي على RGB نستطيع نغير RGB عن طريق زر من التحت فقط نضغط على الزر نستطيع نغير RGB اللي موجود دائر ما دائر داكت شارجن هسا نأتي على آخر منتج اللي هي لوحة المفاتيح من Attack Shark هذا هو X85 Pro طبعا الشركة عدها ويا كيبوردات وأكو X85 بدون Pro يأتي بدون شاشة والشركة عدها ويا كيبوردات موجودة أيضا على AliExpress تقدر طبعا تشتري اللي عجبك انت واللون اللي عجبك هذا يجيب ثلاثة الوان الأسود والأبيض والحليبي اللي عندي اللي الرصاصي أو الحليبي شوية أنا قبل فترة استعرضت لكم لوحة مفاتيح من نفس الشركة كانت تقدم آداء جبار أيضا تيجي بشاشة بسعر جدا جدا تنافسي موجودة لحد هسا تقدر تشتريها لسعرها تقريبا 45 إلى 50 دولار هنا هذا سعر حاليا 63 مالتي يجن بخمسة تقدر تختار كل السويتش اللي موجودة بالسوق خمسة وتقدر تعدل عليه السويتش اللي بدخل الكيبورد طبعا مقاصرة جيدة جدا اللي هي البلوبري وصوتها جدا جميل وحلوة أيضا السويتش اللي تسوي لها مباشرة من الشركة خلاص سمعكم صوت قبل ما ندخل المواصفات الأخرى أنا غيرت الكيكابس اللي موجودة بالكيبورد استخدمت كيكابس مالتي خشبية على موضة لوغوية ستاب مالتي لأن اللي يجن ويجن الكيبورد أسود وأبيض ورصاصي قدنا ثلاث ألوان بالكيبورد مباشرة أنا خليت الخشبية اللي عندي وصوت الكيبورد صراحة طرب خلاص سمعكم صوته هنجرب الكيكابس مالتهم شوف الفرق هذا الأسود وهذا مالتي ماكو هواي فرق ملاحظة حزب الفرق لأن السويتش هنا اللي يسوان الفرق تقدر تغير السويتش أنت تقدر تشتري سويتش على أليكس سويتش لحيوص لني اليوم فلح نجرب ونشوف أداء هنا فهذا صوت الكيبورد مثل ما انتم شايفين صوت جدا جدا جميل الكيبورد RGB يحتوي على شاشة نقدر كلها نخصصها مباشرة من الموقع الرسمي مالتهم لأن للأسف لحد هسه ما توفر التطبيق على موض نقدر نتحكم به أكو ويب IOS نقدر رأسا مباشرة نستخدمه من الموقع الرسمي مالتهم مو نحمله هو مو تطبيق هو ويب IOS تقدر تدخل عليه إذا أنت رابط بالشاشة تحمل أيضا صور خاصة صور متحركة كل شي تريد طبعا أنا محاول من الهس حاليا صورة خلي شوف لكم إياها هذا هو ماريو ديركوض ما عرف إذا تبين فماريو ديركوض طبعا ما ديركوض خلي شوف لكم إياها شوف الشاشة طبعا هذه الشاشة تقدر أنت تخصصها وتتحكم بالكي كلها عن طريق هذه الشاشة وأيضا تقدر تعلي وتنصي الصوت مباشرة من هذه الشاشة أو بالأحرى من هذا دايل هنا تتحكم بها تعلي وتنصي بالصوت تتحكم بالشاشة كل شي تقدر تستخدم مباشرة عن طريق هذا دايل كيبورد هذا نستخدم ب3 طرق يأما عن طريق الكابل بكل بساطة نسوي أوف ونستخدم عن طريق الكابل هنا نخلي USB مباشرة لستستخدم عن طريق الكابل وتستخدم بلوتوث أيضا على أي شي يدعم بلوتوث نفس الفكرة مع المنتجات الأخرى وأيضا عن طريق الدنجل الذي يأتي مرفق داخل العلبة أو مرفق بداخل الكيبورد هنا هي الدنجل مالتا USB تركب بالكمبيوتر وتستخدم 2.5 أو 2.4 جيجاهيرتز من أفضل طريقة حال حال أي شي يدعم البلوتوث لأن البلوتوث ليس جدا سريع لكن إذا تستطيع تركب على أي جهاز ثاني تستطيع تركب على ثلاث أجهزة عن طريق البلوتوث تستخدم على iPad Mac أو ما تريد آخر عن طريق البلوتوث تستخدم الكتابة أيضا إذا كان عندك جهازين أو ثلاث أجهزة وأيضا يدعم Windows والماك عندنا زر هنا نغير بين Windows والماك بكل بساطة داخل الكيبورد لدينا بطارية جدا كبيرة 4000 ميلي أمبير نستخدم ها لأيام متواصلة وإذا طفونا RGB والشاشة سنحصل أيام بعد أكثر استخدام وعلى فكرة الكيبورد داعم للسويتي 5 و 3 بدون أي مشاكل وإضاءات الRGB الموجودة داخل الكيبورد هي South Facing يعني موجودة من تحت وليس من فوق أدنى North والSouth من تحت فإذا حبيت تركب Key Cups مثل اللي عندي اللي الكتابات موجودة من تحت عليها وليس من فوق فلح يرهم بدون أي مشاكل فلازم تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار لكن إذا أرقام الكتابات مع الكيبورد بالنص فما عندك أي مشاكل بهذا الموضوع سعر الكيبورد حاليا مع التخفيض اللي كان سعره 98 دولار وحاليا مخفضي 35% صار تقريبا 63 دولار فسعره جدا جدا منافس وأيضا تقدر تستخدم كودات الخصم لتخفض من السعر بعد أكثر هذه الثلاث منتجات أنصح بها حاليا وبشدة سعر مقابل آداء فلح تحصل أفضل تجربة مقابل سعر جدا 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 وعني ليش دا سوي هيجي جدا رخيص فتقدر تقتنيها حاليا من موقع AliExpress مباشرة مع التخفيضات اللي موجودة وأشكر موقع AliExpress اللي خلتني أحصل هذه المنتجات كلها مجاني بدون ما أدفع أي شي استخدموا روابط اللي موجودة بصندوق الوصف على موض تدعمون القناة ماديا ودعموني آني على مود أقدر أشتري لكم منتجات أو أجيب لكم منتجات واستعرضها بالقناة أكثر وكثر فهذا كل ما كان بالفيديو أتمنى عجبكم وأتمنى تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين وططوني لايك وتفعلون زر الجرس على مود تجيكم إشعارات لأن الفيديوهات القادمة جدا 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 رهيبة يعني جايب لكم منتجات رح تكون خرافية لحي تستمتعون بالفيديوهات القادمة بالأسبوع القادم فاشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس على مود ليفوتكم أي شيء كان معكم رياض مجيد نشوفكم بالفيديوهات القادمة في أمان الله